طيب عندي ثلاث تصريحات عايزة اخد رأي حراتك فيها سريعا تصريحات كولر وتصريحات باتشيكو وتصريحات حزم امام ماشي الاول تصريحات حزم امام قال ان قرار الزمانك بالانتحاب صحيح لشعوره بالظلم عزمات الكرة المصرية اصبحت اكثر من لعب الكرة ونسعى لاجاد الحلول من المكتول باقي لاجناتي الانضباط والاستقناف ممفصلة وليس من حق اتحاد الكرة التدخل في قرارتها احترم لاجناتين الانضباط والاستقناف ولكن ارفض القرارات الخاصة بالازمة الاخيرة البعض شايف ان حزم امام ما كانش يجب ان يقول التصريحات دي لانه مسؤول داخل اتحاد الكرة وليه لما كابتن مجد والبعض الاخر شايف ان حزم امام من حق ان هو يتكلم ده واحد من اهم النبون في مصر فبالتالي هو غلط هو مغلطش لسبب لان فيه ضغط عليه من جماهير الزمالة انه هو ما بيتكلمش فالرجل يتكلم وقال لك ايه قال لك ان القرار صح يعني اذا ان هو مش موافق على الاتحاد عمله سواء بقى جمال علام اللي اتصلوا بيه او هو الاتصالات هو ما يعرفش عنها حاجة خلي بالك يعني الاتصالات دي كانت فردية بين رئيس النادي ورئيس الاتحاد تمام هم بقى بيعيبوا عليه ان هو بيخلي كده شكله موحش لا هو في الاول وفي الاخر ده راجل زمالكاوة ايه بس زمالكاوة او اهلاوة كبترنضها وهو في المسئولية ده يا حبيبي لا هو دلوقتي انا ماليش علاقة بافصل انا انا راجل جاي علشان مصلحة الكرة في مصر لليه علاقة بالالواد والراجل في النهاية راجل فني مالوش علاقة باللوايح والكلام ده كله يعني برضو الناس اللي بتهاجم حزم امامي ان هو لازم يدخل هو لازم هو هيتلع يحقق قرار مثلا لا احنا ما نبالتش يدخل بس هو عليه ضغط جماهير باللواد الزمالكاوة فالراجل تلع وتكلم وكلام محترم هو واخد بالك بطوع الاتحاد لما هو اتكلم هو كشفهم ده واحد منهم هو حازم مش عدو مجلس ادارة لما يقولي الكلام ده يبقى هو حاسس بالظلم الضغط اللي على الجماهير على حازم امامي من بعض الجماهير مش كل الجماهير لا كل جماهير الزمالكاوة حتى من كل جماهير لو انت هتقول ان صح التعبير بس البوست ده يشفعله ده في محله الضغط لا مش الضغط البوست لا البوست هم عارفين ومتعودين ان حازم ما بعملش حاجة مش ما بعملش مين يا عم اسمعني بس ما هو انت برضه فيه ثوابق لحازم يعني انت عندك في الاخر حاجة الازمة بتاعت التلات لعيبة كابتر رضا حازم يعمل ايه في ازمة زي دي اه يقوم جاي طالع يعمل فيديو او يعمل بوست زي ده ما هو عم لا يا عم لا اه في ازمة التلات لعيبة يقولك اللي بيتعمل ضد نات زمالك ده ما ينفعش لان هم اجوم في الوقت اللي ايه المناسب اللي هو قابل السيسر ما هو لجمة الاستقناف قالت ده انا مريد انا بتكلم عليك يا حازم انت تطلع تتكلم كابتر رضا فيه مسؤوليات داخل يا جدع مكان شو بير وكان مجد عبدالغاني كان بيفتح الاتحاد الساعة خمسة بعد ما بيقفل مجد عبدالغان كان بيعمل كده ده كان معايا من شوية وقلت له هقولي الكلام ده قال لي اقوله اه اللي جمهور الاهلي مسكوا منفضوا وبيشتموا وعالفضوا على الماليات كان بيفتح بعد ما القد بيقفل دي الساعة 12 قال لك انا بافتح الاتحاد للنادي الاهلي ساعة خمسة مجد عبدالغاني قال لك كده انا بس قال بس يا جدع انت عارف كل حاجة يا جدع انت اغبس واحد تدلي انا ما شفت ازاي انت ملكش حل اكسم بالله والنعمة دي انت عارف كل حاجة انت كتلت كتلت بلاش بلاش عشان الناس ما تخدك نعم